ازا نتطلع هون عندي هاي المحرك. اخذناه بالموديل انو دخلنا تورك. رح يطامعي تورك وسبيد. وبنعمل من هون هاي بس سيلكتر بنختار. انا هون نختار بطر اختار اشياء تانية. بس انا هون اخترت الروتر سبيد والالكترو ماغنتي بتورك. ازا بتروح هالبس سيلكتر كانت تختار اللي بدك اياه من الاؤتبوتز في هذا البس. في المجرمنت البس اللي موجود في. ازا عملنا ااا. رايت كلك مش رايت كليك. مجرد ببل كليك. طرح حسنا بيتشوفوا ممكن إختار المجرميات المدينة من هنا فهي مثلا روتور مجرمت بضع أختار من هدول وفيه هون الـ DQ model اللي هو الـ Directed والـ Controlature model بضع أختار من الـ Parameters حسب أيش الـ Parameters أنا أختارت هدول الـ Two Parameters بس اللي هي الـRوتور Speed والـ Electric Magnetector فيه ستيتر ميجرمنتز، فيه روتور ميجرمنتز، وفيه أظن ميكانيكال ميجرمنتز. ميكانيكال ميجرمنتز، اللي منها اخترت أنا الروتور سبيد والإلكترو ما نكتري. المحرك، نفس المحرك اللي بدينا فيه المرة الماضية، اللي هو 15 كيلوواط، أخدت لأنا البريسيت، فأخدت البريسيت موضل من هون، وبعد ما أخدت البريسيت من هون عملت له أقلاي، وهي أخد تورك، الامبوت تورك، هذا سكور الكيج، وهي البرامترز هون، تتذكر تطلعنا على البرامترز المرة الماضية، وحكينا بشغلة النومنال، إنه هي التورك نومنال ولا إجزاكت، هلا، اللي عملته أنا هون، أخدت التورك، ودخلته من هون، فهذا اللوت تورك، وسميته اللوت تورك، فيه كمان تورك، رح يضيع في داخل المحرك نفسه، يعني فيه غير التورك اللي هو تبع اللوت، فيه التورك اللي رح يروح هون بسكس فريكشن، البيسكس فريكشن برامتر، هاي فريكشن فاكتر، هذا لما بنضرب بروتيشنال سبيد ووميج أم، هذا ما رح يبين باللوت تورك، هذا بإضافة لللوت تورك، والإنيشال كونديشنز السليب واحد يعني ببدأ من زيرو سبيد، هلا، أخدت هون الروتر سبيد والإلكترومابنتيك تورك، عرضتهم على الأسلسكوب، رح أشيل هلأ هذا من هون، بس، وعندي عرضت هون سبيد على ديس بلاي برادينز بر سيكند وبي آر بي أم، هلا، كمان اللي أخدته هون، أخدت الفولتج، رغم أنه أنا عارف أنه سينوسويدل، بس مش مشكلة، أخدت الفولتج، والفولتج هون حولته وعملت له رمس، وزا بدي أعمل له رمس كالكوليشن، لازم أحط هون، ونفس الإشي أخدت بالنسبة للكارنت، وطلعت الارمس تبع الكارنت، هون رح يطمع كونستانت، رفعا كونستانت، بحين هادي اللي داخلة عليها هي ويفور، هادي هون ويفور رح تكون، سينوسويدل ويفور، بعدين، كمان عملت ضربة توقف 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 توقوف توقف 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 ت بعدين عملت لها هون مين يعني إنتيجريشن على اتنين باين فأعطتني هون كابتال بي بر فايز بر ون فايز ضربت في ثلاثة ضربت في ثلاثة مش في جذر الثلاثة لأنه اللي ندخلوا هون هو فايز وفايز لو ندخلت لين و لاين بضرب هون في جذر الثلاثة فهاي بتصير ثري فايز وهاي بتطلع معي هون الاكتف فبعدين ضربت بالر ام اس بالكرنت بالر ام اس تبع الواتج وكمان لأنه هدول فايز وفايز ضربتهم هون في ثلاثة أعطوني الامتارينت باور اللي وحدتها اخدتهم الار ام اس والر ام اس اللي طلوع معي من الار ام اس بلوكس حطت الار ام اس بواتج والار ام اس كارنت الاوتوت ميكانيكال باور ما بتشمل الانتيرنا الالي خسرتها في الداخل اوكي يعني اللي هو زي الفريكشن والوينديج اذا بتكون تفكروا فيها او اخدت من هون الاوتوت ميكانيكال باور ضربت التورك اللوت تورك ضربته في الريديان سبيد اعطاني هون الميكانيكال فهذا اعطاني اوتوت ميكانيكال باور هذا مناسب اني اعمل عليه كأنه انا جبت محرك في مختبر حطيته في مختبر وحطيت هون اشي ايس الار ام اس تبع الار ام اس يعني بتطلع على الار ام اس تبع الار ام اس مش بس الار ام اس تبع الار ام اس ازا بتطلع هون في الار ام اس في عندي هون تيك حتى اخد الار ام اس الار ام اس يعني بضمن انه يعقد ازا فيه ازا هاي مش فيها هارمونيكس باخد الار ام اس تبعتنا منها لكن ميزة هذا البلوك اللي انا عامله هون حتى لو السجنال فيها هارمونيكس هذا بطلع عندي وعندي هاي هاي الكونفيرجن فهذا انا جاهز ان اعمل له من هون هلا في اشي مهم انا غيرته واظن انه باثر خليني اكتبوها ام اظن انه مشكلة مرات عماها بتاثر على الار ام اس خصوصا من حسابات الار ام اس فحتى نكون مطمئنين وان كان هذا باخد وقت اطور رح ااجي هون بهاي السيتلينج الي هي السيتلينجز تبعت الانسلسكوب رح احب سامبلينك تايم انا رح اجبره يعقد سامبلينك تايم انا فيه او بشنز هون فيه وفي سامبلينك تايم انا اللي بحسه انه سامبلينك تايم بعطيني اهه نتيجة ادق خصوصا لما يكون فيه هسابات ار ام اس وابرج فانا هون رحت اولش عالهيستري ما عملتش لاخر خمسة الاف كونت. حد اشوف كل السيجنال. وبعدين هون عملت حولت من مرات بعطيني مشكلة بالساملين. وانا زي ما احكيت لكم انو في مشكلة بسبب مشكلة في الارم اس. فحولت الساملين تاعم وعملتها اوكي. هلا هاي راح تاخر الانالي هذا. بس راح تشوفوا بعدين ازا حت جربها وبعدين جرد هكو بيتجرد حط الديسيميشن راح يضايطلع اخطاء حسابات الارم اس والطور. ازا انا هيك احنا جاهزين نعمل رن. راح اشيله التالت هذا اللي من هون. فراح خليها بس تو تشانلز. فعندي صار الروتر سبيد والالكتروماغنتيك تورك. هلا راح اعمله الان. اول شي انا اعملته اخدت اخدت الالف واربعمائة وستين اللي اعطاني اياها. حطيت هون حولت هادي لسبيد. لانو بتذكر مرة ماضي كمان حكينا على الخمسة عشر كيلوات انها صحيحة او مش صحيحة. فاللي راح اخده اخده من الالف واربعمائة وستين اللي معطيني اياها في المشين هون. ففي المشين هون معطيني الف واربعمائة وستين. راح افترض انه هاي ان. اي سينك. يعني راح افترض انه سليب هو فعلا اربعين ارتي انا. ورح احول هاي لأوميغا. اي سينك. اللي بتطلع معنا قديش الف واربعمائة وستين حسبناها اظننا بالناضي ستين. بدت تطلع 말고 2.2èmekes 50. هللا راح اعملو كخطوة اولى عشان احضل الاشيال اللي صار معها راح افترض انه هاد فعلا هو السليب. راح أخطه input هون كspeed. راح أغير الموديل هذا لspeed input. راح عمله اوكي. وبعدين هون هلا هذا طبعا صار هون speed. وراح حط السلب او راح حط الاسنخروناس speed. ليش راح حط هاي. راح حط هلأ 152.9. وراح أشوف ايش اللي هو راح افترض الان انه الpower هي nominal power اللي محطة 15 تلوات. راح اشوف ايش فعليا ال actual power اللي ممكن نطلعها. السيستم. فراح عمل الان run. هاي صار عندي هون input speed. وهذا طبعا بطل صحيح هلا مؤقتا. هون هادا مش راح يكون صحيح. ها راح افصل هلا هاي مؤقتا. لانه مش صحيح بعدين بارجعلها بعدين. راح تشوفه السيستم ابطأ. لاني عملت something time one millisecond. طيب هلا هادا راح نهمله هادا الرقم مش صحيح من هون. بس لاشوف الان ايش هي speed زي ما احنا حطيناها لان احنا احنا اجبرناها speed. اللي بهمني هلا التورك اللي طلع. وين التورك اللي طلع معنا؟ وراس ما راح السكوب لاني مش حاطة علىligh speed. قلن شوف ايش التورك اللي بطلع معي. وراح عمل زون بال بالY axis. تقريبا مية و اتناش point eight مش هاي ؟ بالضبط مية و اتناش point eight two. قلن نحط هادا رقم. إذا إذا شو اللي مضبوط هون إذا الـ T-Rated هي 112.82 N. والسرعة زي ما أنا حطيتها أصلا. زي ما أنا أجبرتها تصير. هلأ هون السؤال بصير إيش الـ Power تبعت هذا السيستم؟ الـ Output Mechanical Power. Output Mechanical Power. بتها تساوي حاصل ضربة تلين هدول المضبوط اللي هي بتصير 152.9 مضروبة في 112.82. أنا هذا بطلع أكتر من 15. إيش بطلع؟ 17.2 كيلو. 17.2 كيلو. أنا هذا هو هون الاختلاف اللي صار في هذا السيستم. أنا اختراحي نشتغل على الحد. فنشتغل على الحد. نعتبر إنه هادي هي الـ Rated Point تبعته. وإنه مضبوط هو خمسة عشر كيلو وات. الـ Nominal. بس هو 17.2 كيلو وات. اوكي ماشي؟ هلأ هو ممكن نشتغل بهاي الطريق وممكن نشتغل بطريق التاني. بس هادي هيك أعطتنا هذا الـ Nominal رح نفترضه من هون. إذا رح أرجع الآن أحط الـ Rated. إذا حطيت الـ Rated هلأ تقريبا 110. أو خلينا أشوف شو بطلع معي من هون. فرح أجي أغير هاي أرجعها هلأ. رح أرجعها هاي الى لود توركي. رجعت لود توركي. رح أحط الآن هاي حوالي 110 رح أحطه بعدين أشوف شو بطلع معي. رح نعمل الآن رن. هاي صحيح. ها ما غيرت مش هارب صحيح. نغير الموضل هون نرجع هادي توركي. المفروض السرعة تكون حوالين لألف واربعمية وستين. قديش هلأ هين؟ ألف واربعمية وواحد وستين. إذا كنت أضبطها نظبوط رح أرض أضبط الدور. فأنا هيك تقريبا هلأ عم بعمل الـ اللي هو معطيه مياها إنها ريتب. خلينا أرفع هايدا 111 أو 112 اللي ما احنا عملنا. ها 112. ونعمل رن مرة تانية. لحد ما هذا يصير ألف واربعمية وستين صار ألف واربعمية وستين. أوكي؟ رح أفترض الآن انه هاي هي الـ الـ تبعت النظام. خلينا نكتب هون. إذا رح أفترض إذا الـ شيء ثق이에요 يأه هاي وايض هاي يأه هاي وهوي بيساوي أربعين على ألف وخمسمية، يجب تلع معنا 2.6 تقريباً. و 2.6%. وبعدين السبيد، الريتد سبيد يعني نسميها NA sink بتساوي ألف واربعمية وستين RPM أو مية وخمسين، اتنين وخمسين بوينت ناين راتز كل اللي عملناه هون اتفقنا على النومنال كونديشنز أو النومنال باليوز نبعد هذا السيستم. ما رح يضبط عندي بأي طريقة تانية. هلا أنا لما بفتح data sheet عادة ما بطلع معي هذا الطلاق. لما بطلع على الpower اللي هون بطلع معي مصبول. هلا ممكن احنا نفترض باشي تاني بس رح نفترض انه هذا رح نبدأ من هاي الكونديشنز الان من هون. هلا بإمكاني ابدأ اطلع على parameters.